موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وإنت مشاهدين الكرام اليوم الكثير من القضايا والمواضيع والأحداث التي تحدثت عنها الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للكثير والكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الكتاب والناشطين والقراء العديد عبروا عن مجمل القضايا التي هي تعتبر رواجاً والتي تعتبر قضايا يتم تناولها بشكل يومي مشاهدين الكرام اليوم لدينا موضوعين أساسيين سوف نعرض منشورات وتغريدات بعضاً من الناشطين حولهما والموضوع الأول هو احتفاء المواطنين واستعدادهم للاحتفاء بمناسبة السابع عشر من يوليو من العام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين والموضوع الثاني ويعتبره هو ختام هذه الحلقة والشيخ العمراني الذي رحل إلى جوار ربي بعد حياة حافلة بالعلم وبالعطاء لأبناء الشعب اليمني رحمة الله عليه وغشاه ربي بالسحاء بالرحمات بإذن الله إذن مشاهدين الكرام نتابع الكثير من المنشورات والتغريدات لكن بعد فاصل قصير تكرم نبقوا معنا مرحباً بكم مشاهدين الكرام من جديد إذن يختفي الكثير من المواطنين على صفحاتهم في بواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء فيسبوك وأيضاً تويتر حول مناسبة الذكرى السابع عشر من يوليو من العام 1978 هي استعدادات للاحتفاء بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة ولعل الظروف السياسية التي فرضت نفسها على البلاد منعت الاحتفاء بالشكل الجيد والمناسب لهذه المناسبة لكن الناشطين وكذلك الناس وأيضاً الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتفلوا واستعدوا لهذه المناسبة باعتبار أنها خالدة في قلوب اليمنيين أجمع وكانت مرحلة مفصلية في حياة اليمنيين باعتبار أنما قبل العام 1978 كان الشعب اليمني يعيش في حالة من الاحتراب ومن الاقتتال ومن حالة لا اتزان من بعد أن تولى الشهيد الزعيم رحمة الله عليه مقاليد القكمة الذي جاء بانتخابات وبطريقة ديمقراطية لم يأتي على ظهر دبابة ولم يأتي على بقوة السلاح وإنما جاء باستفتاء وأيضاً بطريقة ديمقراطية بختة فالكثير من الناس يستذكرون أن هذا الرجل يعني رجل سلام رجل كان يسعى لرأب الصدع بين أوساط المجتمع اليمني منذ أن أتى إلى الرئاسة ومنذ أن تولى مقاليد الحكم في سنة 78 إلى أن لقى ربه شهيداً مقبلاً غير مدبر مدافعاً عن بلاده مدافعاً عن نفسه مدافعاً عن منزله رغم ما قامت به جماعة الإسلام جماعة الإسلام السياسي الذين جعلوا من الدين رداء وغطاء للوصول إلى أهدافهم وللوصول إلى مطامعهم يعني ما بني خلال الشهيد الزعيم دمرته هذه الجماعات الإرهابية والمسلحة ما بناه الشهيد وما سعى لبناه طوال الأعوام الماضية أثناء فترة حكمة أتت جماعة الإرهاب ودمرت كل شيء رغم أنه كان لها وجاهة في عهد الشهيد الزعيم ورغم أنه كان لها مكانة وسلطة كان يعطي للخصوم مكانة وسلطة أكبر من حتى أبناء الحزب أبناء الحزب المنتبين لحزب الشهيد الزعيم رحمة الله عليه لكي يعيش البلاد في أمن وفي سلام لكن في نهاية الأمر تآمروا وتحالفوا ضد الشخص الشهيد الزعيم رحمة الله عليه تآمروا على الوطن وحقدهم بان خلال من العام 2011 إلى يومنا هذا بإدخال البلد في أتون حرب عبثية باستهداف جميع أبناء اليمن وتجنيدهم وكذلك الزج بهم في محارقة عبثية باستهداف أيضا البلاد سواء بالغام أو بالأسلحة المتنوعة من قصف وتدمير وأيضا تهجير لأبنائها إذن مشاهدين الكرام نستعرض هنا بعضا من المنشورات التي تحدثت استعدادا للاحتفاء بمناسبة السابع عشر من يوليو من العام 1978 وأول منشور للعميد أحمد النمير الذي كتب وقال السابع عشر من يوليو العام 1978 يوم النهضة والديمقراطية الحقيقية في اليمن فقد شكل علامة فارقة لمراحل البناء والتعايش والاستقرار والسلام في اليمن يومها وصل المقدم علي عبدالله صالح إلى منصب رئيس الجمهورية عبر الديمقراطية وليس عبر الدبابات والانقلابات ولأول مرة في تاريخ اليمن يصل رئيس للحكم بعد ترشيح مجلس الشعب التأسيسي له لمنصب الرئيس إذن مشاهدين الكرام وهي مرحلة مفصلية منذ أن تولى الشهيد الزعيم رحمة الله عليه مقاليد الحكم سنة 78 باستفتاء وبتوافق من مجلس الشعب التأسيسي حينها وكان للمقدم علي عبدالله صالح رحمة الله عليه كلمة حينها وكلمة تدل على أن هذا الرجل لديه رؤية سياسية قادمة لبناء البلاد ولتوحيد الشطرين شمالا وجنوبا وتحقق ذلك الخلم سنة 1990 عندما رفع علم الوحدة ودخل التاريخ من أوسع أبواب إلى جانب رجال مخلصين سعوا إلى تحقيق الوحدة الرئيس علي عبدالله صالح هو الرئيس الوحيد الذي لم يأتي بالانقلابات ولم يأتي بالأسرحة ولم يشكل جماعة خاصة بالسطو على مؤسسات الدولة لأجل أن يحكم الناس بالقوة ولم يتخذ من الدين وسيلة له للوصول إلى كرسي الحكم ولم يسخر علماء وأيضا لم يسخر قضاء يعني أعطائه فتاوى بمحاربة البقية الجماعات أو الأطراف السياسية وإنما كان رجل توافق عليه الجميع ليحكم البلاد باعتباره أنه رجل مرحلة رجل مرحلة في وقت كان الجميع ينفر من هذا المنصب الجميع كان يهرب في حال تم ذكر منصب رئيس الجمهورية كانت مرحلة اغتيالات ومرحلة تصفيات للقادة والزعماء والرؤساء شمالا وجنوبا فبالتالي كانت المرحلة خطرة جدا ومرحلة صعبة ومنصب كان صعب جدا لأن علي عبدالله صالح صعد للكرسي الحكم وكفنه على يديه واعتبر نفسه شهيدا منذ أن كان ذلك اليوم في السابع عشر من يوليو 1978 اعتبر نفسه شهيد وقدم روحه فداء لأجل الوطن الغالي وما تحقق خلال هذه الفترة يعني مجلدات وكتب التاريخ لا تكفي لذكرها مرحلة عاشت البلاد بطولها وبعرضها من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه عاشت في مرحلة أمن واستقرار وسلام مشاهدين الكرام ننتقل إلى منشور آخر لابتسام التي كتبت وقالت السابع عشر من يوليو نهضة وطن كان يوم تولي الرئيس علي عبدالله صالح الحكم نقطة فارقة في حياة اليمنيين نهضة وطن يكن السابع عشر من يوليو 1978 لم يكن يوما عاديا بل كان حدثا تاريخيا ووطنيا مهما شكل علامة فارقة بمراحل البناء والتعايش والاستقرار والسلام في اليمن أما مدين الحميري فكتب أيضا كان يوم تولي الرئيس صالح الحكم نقطة فارقة في حياة اليمنيين نهضة وطن بالفعل البلاد حينها كانت تعيش حالة من الاهتزاز حالة من اللاستقرار في شمال الوطني وفي جنوبه حينها وما تحقق في عهد الشهيدة الزعيم رحمة الله عليه من ضبط هذه الحالة من عدم اللاستقرار وجعل البلاد تعيش في حالة من الأمن ومن السلام وأيضا من بناء المؤسسات التي كانت غير موجودة أساسا وتوحد الشطرين في العام التسعين وأصبح الصاحب عمران يصل إلى عدن وصاحب عدن يصل إلى عمران وكذلك المواطنين كانوا يتنقلون داخل البلاد وداخل الوطن وفي عموم أرجاء الوطن بكل أريحية وبكل سهولة دون أن يعترض طريقهم أحد بل على العكس حتى خارج البلاد كان لليمني مكانة كبيرة جدا يكفي أن تستطع أن تسافر إلى جميع مطارات العالم دون أن يعترضك أحد الآن جوازك اليمني في أي مطار في أي بلد وأولها البلدان العربية سواء بلد عربي وحيد الذي يكن اليمنيون له كل الشكر والتقدير هي جمهورية مصر العربية التي باعتبار أن هذا البلد هو الحضن الدافئ وكذلك من رحب باليمنيين منذ الأزل ليس حتى من أيام الأزمة أما بقية البلدان وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها أصبح اليمني مهان أصبح اليمني بجواز سفره أصبح ذو شك وذو ريب فبالتالي يعمل على إيقافه داخل مطارات العالم بسبب انتمائه اليمني وبسبب الطير الجمهوري الموجود في الجواز اليمني كل ذلك بسبب الجماعات الإرهابية المسلحة المتمثلة بالأخوان المسلمين المتمثلة بجماعة الأخوان المسلمين الجماعتان التي دمرت البلد منذ العام 2011 إلى يومنا هذا وما زال التدمير مستمر وما زال الحروب مستمرة وما زال القصف على المدن الآهلة بالسكان مستمر وما زال النزوح أيضا مستمر وما زال التهجير مستمر في الكثير من مناطق اليمن ضعوا مقارنة بسيطة مشاهدين الكرام في العهدين عهد الشهيد الزعيم وكيف كان المواطن اليمني يعيش حينها وكيف الآن أصبح الحال كيف أصبح الحال بعد رحيل الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح طيب الله ترى ضعوا مقارنة والحكم لكم أنتم كيف كنت تعيش أيام الشهيد الزعيم وكيف الآن تعيش كيف كنت تشتري الغاز من المحطة وبكم كان سعرها ومن المحل بكم كان سعر الاستوان الغاز واليوم بكم أصبحت ومتى تصل إليك إن لم يكن بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة وعبر عقال الحارات والآن مؤخرا عملت الميليشيات على إصدار قرار أنه يمنع صرف الغاز المنزلي عبر وعقال الحارات لأشخاص لم يقدموا شيء لجبهات الحوثي ولم يشارك أحد من أفراد تلك الأسرة في جبهات الحوثي فبالتالي أنه يمنع من عن بات تنصرف أي استوانة غاز لمن لم يقدم يعني مالا أو ما شابه ذلك خدمة للحوثي تخيلوا إلى أين وصل الاحتكار وإلى أين وصل الذل وإلى أين وصل يعني التحكم بقوة اليمن إذن مشاهدين الكرام محمد الهجامي كتب أيضا السابع عشر من يوليو تولى الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح زمام الحكم في اليمن يوم بناء الدولة والتنمية والديمقراطية أما صادق الحميري فكتب أيضا السابع عشر من يوليو يوم تولي الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح زمام الحكم يوم البناء والتنمية والديمقراطية أما لؤي علي فكتب أيضا بدأ الزعيم مع أيامه الأولى في إرساء معالم الاستقرار والأمن ووضع المشروعات الكبرى رهن التنفيذ بمن عكس على آفاق التنمية وبالحديث مشاهدين الكرام سريعا عن الشيخ العلامة القاضي محمد بن اسماعيل العمران الذي رحل إلى جوار ربي بعد حياة حافلة بالعطاء بعد حياة حافلة بخدمة الناس وبخدمة المسلمين عما جزاه الله خيرا عن كل أبناء اليمن وعن كل المسلمين الشيخ الذي خدم الناس والشيخ الذي يعتبر شيخا ابتعد تماما عن السياسة وعن أهوال السياسة الذي خلال الفترة الأخيرة والأيام الأخيرة التجأ الكثير من أولئك المنتفعين الذين جعلوا من الدين فقط لهم رداء لجماعات ولأحزاب ولأطراف الجميع رأيناهم يفتون بقتل الجماعة الأخرى ودخول البلد في الفتنة والحرب باسم الجهاد الجميع يصرخ بالجهاد إلا الشيخ العمراني كان ذو وسطية وذو اعتدال بل وصف بأنه عالم الوسطية والاعتدال صاحب أشهر مقولة لا تغثوش أحد يعني سئل في أحد الأيام وتكرارا لهذا الهاشتاغ تكرارا لهذه القصة التي تعتبر بنفس الوقت طريفة وأيضا ذات عبرة نو سئل في أحد الأيام ما أقصر الطرق إلى الجنة يا شيخ محمد فقال لا تغثوش أحد بلهجته العامية الصنعانية البسيطة المحببة التي كانت تصل إلى القلب سريعا حول تشييع جنازة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني كتب طارق الحداد وقال الألاف من المشاركين بتشييع ودفن جثمان القاضي العلامة العمراني رحمه الله رسالة لكهنوت العصر إصابت دجال مران بأنهم لن يستطيعوا تغيير هوية الشعب اليمني وأن نهايتهم باتت وشيكة خرج إذن الآلاف لتشييع الجنازة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني دون ترتيب مسبق الوفاة كانت قبل التشييع بساعات قليلة فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي الناس تداولوا الخبر فهبوا هبة رجل واحد فسابقوا على حمل جثمانه وفي ذلك عبرة عبرة لأولئك الذين يعني يخشدون الناس بقوة سلاحهم يخشدون الناس بالتغرير وبالترهيب ويعدون العدة لاحتفائهم بأي مناسبة كانت من قبل حتى أشهر ونرى التنظيمات ونرى الأموال التي تصرف لأجل اختشاد ما لكن من أحبه الناس أو من أحبه الله أحبه الناس وما القاضي العمراني إلا خير دليلا على ذلك رحمة الله عليه أيضا عبد الباصط القاعد كتب أيضا تذكروا هذه الصورة التي جاءت على خلفية مصادرة الحوثي لمكتبة الشيخ العمراني من جامع بلال حينها قال زيد والصماد للعمراني أدخلتنا العناية الإلهية إلى صنعاء فرد عليهم والله ما أدخلكم سوى ذنوا بالناس شهد فقيد الأمة مقتل الصماد وزيد وارتقت روحه إلى بارئها تشيعها دعوات وأعناق الملايين وبالانتقال مشاهدين الكرام إلى منصة التواصل الاجتماعي تويتر نستعرض تغريدة لسام الغبري الذي تحدث في ذات الموضوع ورحيل القاضي العلم محمد بن اسماعيل العمراني حيث قال من ألطاف الله الخفية أن جعل وفاة شيخ الإسلام القاضي محمد بن اسماعيل العمراني كاشفا لمرض الهاشميين المزمن على اليمانيين ورموزهم ليس معهم شاعر بحجم البردوني ولا فنان بحجم علي الآنسي ولا عالم بحجم العمراني ليس معهم إلا المرض فزادهم الله مرضا وليس معهم إلا القتل فقتلهم الله مشاهدين الكرام نختتم بتغريدة للواء عبدالغني جميل الذي تحدث حول اللحظات الأولى أو ما قبل اللحظات الأولى لدخول جماعة الخوث الإرهابية واقتحامها المدن بقوة السلاح يعني كانت تروج بمعنى تغريدة اللواء عبدالغني أنه كانت تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار خصوصا داخل العاصمة صنعاء وبعض المناطق اليمن مثل ذمار وحجة وغيرها وأيضا تعمل على التفجيرات المستمرة التي كانت كنا نسمع عنها ونراها في بعض المساجد وفي بعض المقار الحكومية بغية زعزعة الأمن والاستقرار لتكون لهم فرصة لاختحام المدن بحجة توفير الأمن والأمن حينها وهم لهم الدراع الأيمن في تلك المرحلة الصعبة التي مر بها المواطن اليمني وزعزعة الأمن والاستقرار كانوا شريك أساسي في التفجيرات والاغتيالات التي كانت تحدث إذن كتب اللواء عبدالغني وقال عندما كنت محافظا لصنعاء سنة 2014 تذكر والكل يتذكر كيف كانت التفجيرات في معظم المساجد وتتبناها داعش وكانت ذريعة لدخول الحوثي صنعاء لمحاربة داعش ثم اختفوا داعش تماما طبعا اختفائهم ليس بقوة الحوثي إنما التنسيق القوي بين الحوثي وداعش عبر بلد المنشايران ويستخدمونهم مستقبلا عند الحاجة وصلنا مشاهدين الكرام مشاهداتنا الكريمات لختام هذه الحلقة وقال يومنا هذا نلقاكم بإذن الله تعالى يوم غد في خير وعلى خير دمتم ودام الوطن بألف سلامة وعافية إلى اللقاء